رمضان وسيل الفتاة مستمر في هذا الشهر آخرها جاء على لسان أحد شيوخ الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو خالد الجندي حيث نهى المسلمين عن شتم إسرائيل في البرنامج الديني لعلهم يفقهون على قناة دي أم سي المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر حيث وضح أولا الشيخ الأزهري رمضان عبد المعيز بأن كلمة إسرائيل ليست بشتيمة أو شبة بعد ذلك عقب الداعية خالد الجندي مؤكدا ومطالبا المسلمين بعدم توجيه شتيمة لكلمة إسرائيل مشيرا إلى أن النهي عن ذلك يأتي لأنها اسم نبي ولها مكانة في الإسلام ولها مكانة في الإسلام كلمة إسرائيل أوضح الشيخ خالد الجندي أيضا أو الجندي يقول هنا برد النظر عن دولة إسرائيل لنا معها موقف عدائي طالما هم أخذين المسجد الأقصى رده الله إلينا سالما غانما لكن كلمة إسرائيل هذه هي اسم نبي من جانبها احتفت صفحة إسرائيل بالعربية على تويتر برأي الداعية المصري ووضعت مقطعا مصورا للداعية وهو يشرح فتواه على تويتر وقالت هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم على وسائل التواصل هناك ردود فعل كانت متباينة بين من علل وبين من تسائل عن مدى صحة تلك الفتوى أحمد هنا يقول أكيد حرام فهي معلومة لا تحتاج شيخ ليعلمها لنا فالطفل الصغير يعلم أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام هنا هذه التغريدة لزئبق عبد الرحمن يقول أن الله عليم بما في النفوس يا شيخ فلما نشتم إسرائيل يعرف رب العالمين من نقصده أما هنا مروان صالح فيتساءل في كفارة طيب إذا الواحد سب إسرائيل عمران غانم يغرد لا لا هذا الكلام خطأ فمن يسب شخص اسمه محمد لا يعني سب سيدنا محمد ومن يسب إسرائيل لا يسب سيدنا يعقوب واسم إسرائيل اسمه يشرائيل ومعناه في العبرية لماذا لا تتغير الصورة؟ دعونا هذه تغيرة الصورة الآن ومعناه في اللغة العربية اسم إسرائيل اسم عبد الله وقد تتغيره ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر